اهلا بكم مشاهدين من جديد اصدر مصرف البحرين المركزي التوجيهات النهائية الخاصة بوسطاء التأمين عبر المنصات الالكترونية وفي هذا الاطار اكد السيد عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية ان استحداث توجيهات خاصة لوسطاء التأمين عبر المنصات الالكترونية هي الخطوة الاولى لمصرف البحرين المركزي نحو تطوير تكنولوجيا التأمين انشورتك ويعتبر مصرف البحرين المركزي ضمن البنوك المركزية القليلة التي اصدرت توجيهات تتعلق بوسطاء التأمين عبر المنصات الالكترونية الامر الذي يعزز من مكانة البحرين كمركز رائد للتكنولوجيا المالية فانتك في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد تراجع مؤشر البحرين العام في نهاية التداولات اليوم بنسبة 0.26% مقفلا عن مستوى 1539 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوكة التجارية والاستثمار والتأمين والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت ستمائة وسبعة وعشرين ألف دينار تم تنفيذها من خلال سبعة وأربعين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات بقية البورصات الخليجية فقد أقفلت على تباين عند الفتح بعد عطلة عيد الأطحى المبارك ومن المقرر أن تستأنف البورصة السعودية التداولات يوم الأحد بعد انتهاء عطلة عيد الأطحى في المملكة أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أقفل على ارتفاع تجاوز ثلث نقطة مئوية حيث شهدت المؤشرات ارتفاعا بشكل شبه جماعي وننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل تراجعا نسبته 0.85% بتأثيرا من انخفاض غالبية مؤشرات البورصة أما سوق دبي المالي فقد تراجع بنسبة 0.22% وسط تراجعا لقطع التأمين والعقارات بشكل رئيسي وأخيرا سوق العاصمة الأمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع نسبة 0.60% مع تقدم كافة مؤشرات البورصة الأمانية أكد الدكتور عبدالله أبو الخيل المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية إن المملكة حققت واردا في المواشي لهذا العام بلاغا 20% في حين فسحت الوزارة 1.8 مليون رأس عن من الماشية عبر ميناء جد الإسلامي لتغطية موسم الحج والسوق المحلية وبين المتحدث باسم الوزارة أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لدخول المواشي إلى العاصمة المقدسة تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الآضاحي وعدم انتشار الأوبئة وقال حمود الخلف صاحب شركة الخلف للمواشي والجلود السعودية أن الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الزراعة وفرت هذا العام كل السبل التي أثمرت عن النجاح في توفير الوارد من المواشي لتغطية حاجة المملكة نجحت الخطوات والإصلاحات الهيكلية التي تجريها المملكة العربية السعودية في تنويع العائدات الخاصة بالمملكة والتحول من اقتصاد يعتمد على عائدات بيع النفط بشكل كبير إلى استغلال ثروات المملكة وإمكانياتها السياحية والعقارية والتعدينية الكبيرة سعيا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وقال تقرير حديث لمنظمة أونكتاد التابعة للأمم المتحدة إن المملكة العربية السعودية نجحت في جذب 37.99 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية العام الماضي وأشهد صندوق النقد الدولي على جهود الحكومة السعودية والتقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ جدول أعمالها المعني بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مشاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل ارتفاع أسهم أبل مع قرار الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب بلاده من منظمة التجارة العالمية التي يتهمها على الدوام بأنها تحابي الصين على حساب الولايات المتحدة وهي ليست المرة الأولى التي يهدد فيها ترامب بالانسحاب من هذه المنظمة الدولية كما طالب في نهاية يولو الماضي المنظمة بإصلاحات تحول دون التعامل بطريقة مميزة مع الدول النامية حيث تسمح منظمة التجارة العالمية منذ سنوات طويلة للصين بأن تصنف على إنها دولة نامية ما يعفيها من بعض الواجبات قال مسؤول بارز في إدارة ترامب أن بريطانيا والولايات المتحدة تناقشان اتفاقا تجاريا جزئيا قد يبدأ سريانه في الأول من شهر نوفمبر وهو اليوم التالي للموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتن مع وزيرة التجارة البريطانية لازتراس احتمال توقيع زعيم للبلدين على إعلان لخارطة طريق تقود إلى اتفاقية للتجارة حذر وزير المال البريطاني السابق فليب هامند رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون من أن بريكسيت بلا اتفاق سيشكل خيانة للتصويت الذي جرى في استفتاء 2016 لمصلحة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخلال حملة الاستفتاء الذي صوت فيه 52% من البريطانيين مع الخروج من الاتحاد لم تكن شروط هذا الانفصال مطروحة في النقاشات وأكد جونسون أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد في 31 من أكتوبر سواء نجحت أو لم تنجح في إعادة التفاوض على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة مع المفاوضية الأوروبية أظهر الاقتصاد الصيني المزيد من علامات الضعف في يوليو الماضي مع تراجع إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى له في 17 عاماً وتباطئ مبيعات التجزئة والاستثمار في ظل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجع الطلب العالمي وارتفع النتج الصناعي بنسبة 4.8% على أساس سنوي في يوليو منخفضاً من 6.3% في يونيو وهو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 6% وتبطأت مبيعات التجزئة لتسجل ارتفاعاً قدره 7.6% الشهر الماضي مقارنة بنحو 10% في يونيو والآن مشاهدين أترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية ارتفع سهم شركة أبل بأكثر من 4% مع قرار الولايات المتحدة بتأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية وقاد سهم الشركة الأمريكية مكاسب المؤشر الصناعي داو جونز بنهاية التعملات حيث ارتفع بأكثر من 370 نقطة وأعلنت إدارة ترمب تأجيل فرض تعريفات على بعض السلع الصينية من بداية الشهر المقبل إلى منتصف ديسمبر من بينها الهواتف المحمولة وجهزة الكمبيوتر المحمولة ترجمة نانسي قنقر